الخلافات بشأن اقتحام رفح تزيد توتر العلاقات الامريكية الاسرائيلية وتضعها على المحك تنبيب تؤكد ان اقتحام المدينة سينفذ بأي ثمن حتى ولو ادى لازمة حادة في العلاقات مع واشنطن هذا الموقف الاسرائيلي من المطالب الامريكية بعدم اقتحام رفح دون خطة لحماية مدنيين اتى بعد سلسلة مواقف للحكومة الاسرائيلية تبدي عدم مبالاة بالقلق الامريكي الموقف الجديد كان حادا للغاية وجاء على لسان وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر قائلا ان القوات الاسرائيلية ستسيطر على مدينة رفح حتى لو تسبب ذلك في شقاق مع الولايات المتحدة ديرمر عضو حكومة الحرب الذي كان سفيرا لاسرائيل في واشنطن قال ان حكومته ستستمع الى افكار الجالب الامريكي لكن لا مناصة من السيطرة على المدينة سواء باتفاق مع الولايات المتحدة او بدونه بل ومضى بعيدا قائلا في مقابلة ان عملية رفح ستنفذ حتى لو طرت اسرائيل الى القتال وحيدة وانقلب العالم كله ضدها بما فيه الولايات المتحدة تحت الضغط الامريكي المتزايد تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتانياهو بضمان اجلاء المدنيين من رفح وتقديم المساعدات لهم واوفد نتانياهو مسؤولين الى واشنطن لمناقشة ملف اقتحام رفح لكن عضو الوفد وزير الشؤون الاستراتيجية قال ان اقتحام رفح واقع لا محالة للقضاء على حماس في معقلها الاخير حسب قوله المحادثات بين الجانبين تتناول الجوانب التكتيكية لعملية رفح وآلية حماية المدنيين الا ان الاجواء التي تسبقها لا توحي بالتوجه نحو اتفاق او تفاهم بشأن الاقتحام المحادثات بين الجوانبين شكرا